اشتركوا في القناة اربع كلمات في القرآن كله لازم تعملي اظهار فيهم ايه هم الاربع كلمات اللي اسمهم اظهار مطلق دنيا صنوان كنوان بنيان يبقى اول ما سألك ايه هو الاظهار المطلق هتقوليه في اربع كلمات في القرآن كله اللي هم دنيا صنوان كنوان بنيان طيب لو لاحظنا ليه احنا اظهرنا في الكلمات دي يعني لو بصيتي في الكلمة الأولى اللي هي دنيا هتلاقي نون وراها تمام كده المفروض الحكم هنا يكون إضغام تمام لإن احنا خلنا الإضغام لو لقيت نون ساكنة وراها أي من الحروف يرملون تضغمي طيب اشمعنا هنا ما حصرش إضغام قال لك أول سبب لأنها جاءت في كلمة واحدة يعني طبعا إحنا شرط الإضغام خدناه قبل كده في الدرس السابق إنه لازم أن يكون في كلمتين لكن هي جايلك في ايه في كلمة واحدة يبقى عشان كده ما ينفعش إنه إحنا نضغمه تاني سبب معينا لألا يلتبس بالمضاعف يعني إيه لو أنا أضغمت النون في الياء وقلنا دية أو قلنا صوان اللي هيسمعنا مش هيقول إن دي نون أصلية هيقول إن النون إيه مضعفة أو نون مضغمة ولكن هنا عندنا هيسمى إيه نون أصلية عشان كده تلاحظة إن هي عليها رأس حق بمعنى إن انت تصغري النون هنا تمام كده ده تاني سبب تاني السبب المحافظة على المعنى طبعا إنتي لو قلت سوان أو بيان أو قوان أو دية هل هنا في معنى لا طبعا إحنا غيرنا في المعنى كمان فعشان نحافظ على المعنى لازم نصغر يبقى أول حاجة لإنها جات في كلمة واحدة تاني حاجة لألا يلتبس بالمضاعف تالت حاجة المحافظة على المعنى يبدأ عندنا حكم اسمه إزهار مطلق وعرفنا إن بيجي في أربع كلمات من رواية حص عام عاصم يبقى الكراءة الصحيحة ليهم إيه؟ دنيا سنوان كنوان بنيان بنا إيه؟ عشان كده سمينا إزهار إيه؟ إزهار مطلق إزهار مطلق إيه؟ إزهار عشان إحنا بنظهر في الكلمات دي مطلق لما جا أقولك انطالق كده مع نفسك يعني أنت طالع كده لوحدك مش مرتبطة بإيه؟ بأي حكم لعدم تقيده بإزهار شفوي أو كمري أو إيه؟ أو حلقي يا ده لسا عشان كده سمينا إزهار مطلق لأنه هو كده حكم الوحدة طالع ده في الأربع كلمات في الكرآن كله اسمه إزهار إيه؟ إزهار مطلق وطبعا لازم أن ترجعوا لدرس الإضغام عشان نفهم إيه هو الإزهار المطلق من كده لأن ده تابع لقسم الإيه الإضغام وكده بخلصنا الإزهار المطلق وإن شاء الله نتكلم عن إزهار الرواية ونجمع بقى جميع الأنواع الإزهار إن شاء الله في برضو حلقة لوحدها تابعوني إن شاء الله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته